محاضرة النهاردة نتكلم عن الكمبيوتر performance في كورس الكمبيوتر architecture طيب مبدئيا اي كمبيوتر بتكون من عدد كبير جدا من التمنزسطور والتمنزسطور في الاناج يعني اكثر من حاجة ممكن نشتغل relating seg u set an david and off أعلى يعني ولكن في الكمبيوتر أنا ببدأ أستخدم الترانزيستور كسويتش ON وسويتش OFF يعني ممكن يعدي القرنت أو ما يعديش والفونكشن دي أو السلوك ده أو الكاركتريستيك دي في الترانزيستور بتخليه يقدر يستخدم في بناء اللوجيك جيتس وبالتالي ممكن أبني مش الاند والأور بس ممكن أبني مع بعض باستخدام الترانزيستور وبالتالي طبعا ممكن أبني الانتجريات السيركت اللي هي عبارة عن مجموعة أو هندردز أوفر ترانزيستور مع بعض في الشيب واحدة أو إنسينجل شيب ايه علاقة ده بالكمبيوتر برفورمانس في عالم اسمه مور قال أن في حاجة اسمها مورزلو بتقول أن النمبر أو ترانزيستور كبستي اللي موجودة عندي في الوقت الحالي هتتضاعف خلال السنة ونص أو السنتين الجايين مش السنتين الجايين اللي هو من اليوم لا يعني يعني هو النهار ده زاد النهار ده بوضع معين بعد سنتين هيزيد بعد سنتين كمان هيزيد فهو هيبقى بشكل كنتينوز يعني فال ده اسمه مورزلو أو دي رول يعني أو قانون إن دي دي فاكت وده طبعا ليه نتيجة إن بما إن التكنولوجيا بتتطور فأكيد في يوم من الأيام الترانزيستور الحجم بتاعه هيقل وبالتالي هقدر أن أنا أزود على الترانزيستور عادي في نفس الصياس بتاع الشيب الأصلية ده السبب والسبب التاني هو إن مع تطور التكنولوجيا هيبقى فيه الحاجة لظهور بعض الأبليكيشنز جديدة طبعا زي والروبوتيكس والإمبيدس سيستيمز وحاجات يعني أبليكيشنز تانية كتير هتخلي إن أنا عايزة أبني لوجيك جيتس تانية أو انتجريت سيركيتس بتعمل تاسك تانية جديدة ما كانتش بتعمل قبل كده وبالتالي هتطرى طبعا إن أنا أستخدم ترانزيستورز أكتر فده فكرة المورزلو مجرد ما بقى عندي ترانزيستور السنية دي صوري عندي كمبيوتر السنية دي بفيتسرز معينة والسنة اللي بعدها أو سنة اللي بعدهم جالي كمبيوتر تاني بفيتسرز مختلفة إن نقدر نقول إنه أحسن منه فهيبقى عندي تنين كمبيوتر كل واحد فيه معتبر أحسن من التاني فممكن أقول إن كمبيوتر A فترزان كمبيوتر B يعني الكمبيوتر ده أحسن من الكمبيوتر ده تمام فدي الفكرة ان الكمبيوترات في تطور مستمر وبالتالي هاجف لحظة هلاقي ان الكمبيوتر ده أحسن من الكمبيوتر ده تمام طيب فكرة ان انا اقول ان الكمبيوتر ده احسن من الكمبيوتر ده ما ينفعش يتبقى اوبين كده لازم اقول احسن ان ترمزه في ايه يعني احسن منه في ايه فلو احنا خدنا مثال مثلا جنرال مالوش عليك بالكمبيوتر خالص مثال لو انا عندي طيارة اوكي والطيارة دي عايز اقول طيارتين يعني وعايز اقول ان الطيارة دي احسن من الطيارة دي فالطيارة دي هتبقى احسن من الطيارة دي في ايه فممكن مثلا تكون احسن منه في الكباستي الطيارة دي بتشيل عاد ركاب 1000 والطيارة دي بتشيل 2000 يبقى اللي بتشيل 2000 هي اللي احسن من 1000 اوكي فانا كده قرنت بايه بحاجة اسمها الكباستي والكباستي يعتبر ايه evaluation metric او طريقة انا بستخدمها عشان evaluات من فيهم احسن من التاني ممكن حد يبص على الطيارة او طيارتين تانيين عايزةقول ان الطيارة دي ممكن تلاقي الطيارة اللي هي بتشيل 1000 والطيارة اللي بتشيل 2000 اللي بتشيل 1000 بتوصل اسرع واللي بتشيل 2000 بتبقى بطيئة فانا ساعتها اقول ان الطيارة اللي بتشيل 1000 هي احسن من الطيارة اللي بتشيل 2000 فيبقى انا دلوقتي ببصة على metric السرعة أو الإفاليوشن متريك بتاع السرعة أو عامل السرعة يعني وساعتها يعني أنا أنا عايز أقول إيه عايز أقول إن عشان تقارن اتنين ببعض لازم لازم تسأل نفسك أنت بتقارنهم بناء على إيه أو وزرس بكتو أو إيه وجه المقارنة بين الاتنين فده الفكرة فإيه هي الإفاليوشن متريك اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أقارن كمبيوتر بتاني فيه ناس تقول لك أنا عايز الكمبيوتر ده بالنسبة لكمبيوتر ده ده أرخص فياخد اللي هو الأرخص فبالنسبه له الأرخص هو أحسن من الغالي ده إفاليوشن متريك فيه ناس تقول لك لأ أنا عايز الكمبيوتر اللي يكون فيه نمبر بروسيسور معينة ورامات معينة واللي قال لي من كده ده هيبقى مش كويس تمام؟ فيه حد يقول لك أنا عايز أعلى بروسيسور وأعلى رامات ومش مهمة بالنسبة للسعر وأي حد هيكون غير كده هيبقى ده بالنسبة له حاجة غريبة أنت بتقارن بإيه؟ بتقارن بواجه مقارنة أو بإفاليواشن مترك ما بين الكموتر ده والتاني سواء كان السعر سواء كان النمبر أو بروسيسورز أو الاكسكشن تايم أو الرماية أو الشركة فيه ناس بتروح على اسم الشركة أنا عايزة أشترك الكموتر دي بس جده أو أي نوع تاني فالإفاليواشن مترك أو الحاجة اللي أنا بقارن بها الكموتر على التاني بيختلف تمام؟ فدي بس نقطة كنا حابين نتكلم عليه إيه بقى؟ الحاجات اللي إحنا ممكن يعني رقم واحد ممكن أستخدمه أو إفاليواشن مترك ممكن أستخدمه وأوص عليه أو أدرسه فيه الكمبيوتر أول حاجة وأهم حاجة هو لو لقيت إن فيه كمبيوتر بيرن حاجة في وقت ونفرض مثلا نصف ساعة وفيه كمبيوتر تاني بيرنه في يومين فأكيد اللي بيرن في نصف ساعة هو أحسن حتى لو دفعت أنا فلوس قد إيه بس هو في الآخر نصف ساعة هو أحسن من اللي بيرن في يومين ففيه ناس ببص على الإكسيكيوشن تايم يعني فالإكسيكيوشن تايم هو التايم اللي إحنا بناخده التايم اللي أنا بستخدمه عشان أكوم 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 أو يعتبر في الآخر ما بين ما ببدأ التايم لطلما بنتيه بدأت التايم وخلصت في نصف ساعة يبقى أنا كده الإكسيكيوشن بتاعي نصف ساعة طبعا أنا ما باج أقارن حاجة بحاجة تانية لازم يكون نفس البروجرام اللي أنا بتكلم عليه يعني بقول برنامج من عشر سطور البرنامج ده نفس البرنامج ولا نفرض فاكتوريا أو أطفا البرنامج ده برنه على الجهاز ده والبرنامج ده برنه على الجهاز ده وابدأ أقارن مفاش طبعا أقارن ببرنامجين مختلفين أه بسبت حاجة وغير حاجة يبقى أنا كده المقارنة بتحسي تمام إنما أن أنا أقارن هنا على برنامج فيه عشرين سطر وده برنامج فيه مئة سطر وأقول لك لأ ده برنه أسرع من ده لما طبيعي لأنه عشرين سطر فمش أعرف أقارن بزبط فلازم يكون نفس البرنامج فالexecution time هو الوقت اللي أنا بستخدمه عشان execute أو أنفذ specific task وإن جنرال يعني بنلاحظ أن لما الexecution time ده بيكون قليل ده معنان الperformance بيكون عالي يعني أنا محتاجة عشان أماكسمايز performance محتاجة أمنمايز response time أو execution time طيب السؤال بقى لو أنا قلت أن أنا عندي برنامج فيه عشرة instruction وكل instruction بتاخد ثانية يبقى total time عشر ثواني الإجابة لأ ليه؟ لأن البروجرام عشان يشتغل محتاج أيوة العشر ثواني دول عشان كل instruction تتنفذ ولكن بلاس كده محتاج حاجة اسمها system time system time يعني بعض الoperations الoperating system بيعملها جنب البروجرام علشان البروجرام الexecution كله يتنفذ أو الoperation كلها الكاملة يتنفذ زي مثلا ممكن ألود الانستركشن أصلا من الميموري ده system time أو حاجة أو instruction تانية خالص برر البروجرام الانستركشن البروجرام الانستركشن بيعملها فبتلت تروح تعمل لودنج للرزلت بتاع الميموري وتجي تشتغل فكرة أنها أروح للميموري وأرجع للميموري يعني accessing الميموري ده برضو يعتبر operating system time أو operating system time أو ممكن إليه system time أوكي فإن جنرال يعني عشان تعمل الـ يعتبر بيساوي البروجرام زائد الـ الوقت اللي أنا بحتاج عشان البروجرام بتاع اللي هو 10 instructions بيرنه في 10 ثواني يبقى هو 10 ثواني دول زائد ضيف عليهم أي system time الحاجات اللي علاقة بالـ أو الـ يعني لو أنت أصلا قاعد مستني اليوزر يديك الـ الـ بتنفس في 10 ثواني بس أنت أو مرانيك الجهاز لقيت إن الشخص قاعد شوية ما بيديكش الـ بيفكر مش عارف إيه فطبعا دي حاجة مش في إيدك فالإنبوت أوبوت ايه activities وهكذا أوكي ففي بعض الحاجات بتأثر على execution time محتاجة أن أنا أخدها معاه في الاعتبار يعني طيب فيه ترم تاني هيقابلني لو اتعاملت مع execution time وهو الـ لو أنا ديتك سانيتين وقلت لك ممكن سانيتين سبتين ديتهم للجهاز ده وسانيتين للجهاز ده وقلت له ممكن تنفس كام تسك في السانيتين دول ممكن given برضو نفس البروغرام يعني اتشغلت نفس البروغرام هنا ونفس البروغرام هنا ومعايا الطايمر وبدأت سانيتين بعد السانيتين أشوف ورن كام instruction من البروغرام ده وهنا كام instruction من البروغرام ده هلاقي مثلا إن الكمبيوتر الأولاني الرن عشرة والكمبيوتر التاني الرن مية ده معناه ده تاني بيسوي مية الصروبوت يعني number of tasks that can be completed in a given time عاد الانستركشن أو عاد الانستركشن اللي انت ممكن تنفذها في وقت معين طيب فده الصروبوت مستعب نقول عليه البندويتس علشان أحس أن الصروبوت ده معناه لازم أقل الريسبونس تايم يعني لو أنا قلت إن الكمبيوتر ده بيرن meet instruction في السنيتين وده بيرن اتنين instruction في السنيتين ده معناه أنه هو عملية خل الانستركشن الواحدة تاخد وقت وليل جدا مقرنة بالكمبيوتر التاني فقل الريسبونس time أو الريكسيكوشن time فلازم أقل الريكسيكوشن time علشان أحسن الروبوت وبرضه لازم أقل الريكسيكوشن الكمبيوتر ده أحسن من الكمبيوتر ده كام مرة ادين ريشيو كده أحسن منه مرتين ضعفه ولا واحد ونص ولا ربعة ولا أحسن منه بنسبة قد ايه لو أنا عايزة نسبة معينة ساعتها أضطر أن أنا أفكر فمثلا أنا دلوقتي البرفورمانس الطبيعي أنه يتناسب عكسي مع وبالتالي ممكن أقول البرفورمانس بيساوي واحد على البرفورمانس تمام فده لو أنا عندي جهاز واحد اسمه X فعشان أقارن البرفورمانس بتاع الكمبيوتر X بالبرفورمانس بتاع الكمبيوتر Y يعني عايزة أقول X أكبر من Y ده معناها أن أنا أحسن البرفورمانس وحط بضاله الإكوشن دي بتاع Y أكبر من البرفورمانس بتاع X بأكبر من Y ده معناها لازم أخلي البرفورمانس بتاع Y أكبر من البرفورمانس X طيب لو أنا بقى جبت البرفورمانس بتاع X على البرفورمانس بتاع Y وأسامتهم على بعض المفروض النواية دي معينة هيقول لي أن ده أكبر من ده بقد إيه فالبرفورمانس بتاع X على البرفورمانس بتاع Y هيساوي الTIME بتاع Y على الTIME بتاع X هيساوي N وسألتها هابدأ أقول أن X is N time faster زين Y أو أن X يعتبر أسرع أسرع بنسبة معينة يعني بنسبة أسرع ثلاث مرات مثلا من Y طيب خلينا مثلا ناخد مثال أحسن يعني مثلا لو عندي كمبيوتر A بيرن بروجرام في عشر ثواني وكمبيوتر B بيرن نفس البروجرام في 15 سنة نفس the same program the same program in 15 سنة أو طيب بيسألني بقى هنا how much faster is A is A is A is A B يعني ال A أسرع من ال B بقى A طبعا هو هنا كانوا بيقول لك أن أكيد أن ال A أكبر بس هو ممكن السؤال يجي which is faster A or B وباي how much يعني مين الأسرع وإيه وبقد A فالمفروض السؤال يبقى كده طيب مبدئيا أنا عارفة أن ال performance بتاع A على performance بتاع B بيسأل the extreme time بتاع B على the extreme time بتاع A بيسأل M إيه اللي عندي the extreme time بتاع A والB فحط B الأول وبعدين A هيبقى معايا خمس شهر على العشرة هيساوي 1.5 ده معناه أن ال performance بتاع A على performance بتاع B بيسأل 1.5 ممكن رد هيديني أن ال performance بتاع A بيسأل 1.5 في ال performance بتاع B يعني ال performance بتاع A يعتبر 1.5 times faster than performance بتاع B أو يعتبر هو أسرع من performance بتاع B ب 1.5 يعني يعتبر قده ممكن يتنفذ في 1.5 وقت من ال performance بتاع B ده طبعا لو أنا بتكلم عن performance بتاع A لو أنا عايز أتكلم عن performance بتاع B هيساوي نفس performance بتاع A على 1.5 يبقى أنه أبطأ يعني طيب النظر evaluation metric أو عامل تاني من العامل اللي أنا مفروض أبصلها لو أنا عايز أعمل معكم performance أو أن أنا أحسيبه حيا اسمها clock cycle clock cycle دي أنا لما باج أقول أن في instruction بتتنفذ وننفرض في 5 ثواني أنا بقول 5 ثواني بس مقلتش عند أنهي ثانية هيبدأ التنفيذ بتاع the instruction دي clock cycle is determine when events take place in the hardware يعني إمتى the instruction دي بقى تبدأ تتنفذ البداية بتاعتها plus إن the execution in clock cycle ده ممكن يشيل أكثر من instruction أنا بقول مثلا أنا هبدأ عند الثانية رقم 3 clock cycle وشوف بقى ممكن إيه اللي يتنفذ تمام وأنا ببدأ عند ثلاثة أنا قدامي 20 ثانية يبقى دي اسمها إيه one clock cycle في 20 ثانية دول ممكن تشيل كزا instruction ولا نفرة 5 ولا 3 ولا 100 ولا 1000 عادي ف clock cycle time هو الوقت بتاع clock cycle أو الوقت المفروض إنه محدد ل only one clock cycle وممكن clock cycle ده يشيل أكثر من instruction في نفس الوقت طبعا لو كان clock cycle الوقت بتاع أكبر من الوقت بتاع instruction بعض الأحيان ممكن clock cycle تشيل أكثر من clock cycle يعني أو إن هي تبقى مدتها كبيرة والنفرة قلت clock cycle بمدته 20 ممكن بخمسين ثانية مثلا والنفرد يعني ففي الآخر هتبقى تنفذ على إيه clock cycle 20 و20 ونص cycle ونص clock cycle فهيتنفذ فيه 2 cycle ونص يبقى إيه وممكن بس المهم إن أنا الكمبيوتر بيبني على هاي architecture معين إن أنا كل 20 ثانية هبدأ cycle وهبقى كده هبدأ cycle تاني طبعا 20 سنة ده على سبيل المسايا بس أنا عندي كده ماشي عليه إن أنا كل 20 ثانية بقول دي بداي دي نهاي عشان بس أبدأ أعرف إذا هرجع إزاي ومين اللي هرجع له إذا كان فيه error أو حاجة فكلوك cycle دي حاجة يعني أساسية فيه architecture محتاجة أن أنا أحددها وأعرف الكمبيوتر بتاعي الكروك cycle بتاعتي بدايتها فين ونهيتها فين والtime بتاعها أو clock cycle time تمام طبعا لو كلمنا عن clock cycle rate فأكيد طبعا الـ inverse بتاع clock cycle time أو clock period يعني المقلوب بتاعه ف لو عايز أحسب الـ CPU execution time بتاع program معين طبعا اتفعنا هنا أن أنا عندي الـ CPU time بيستوي program time زائد system time فالsystem time ده إحنا عرفناه ولكن إحنا مش نيجي مرة أقولك ده هو بيقرأ من الميموري في ثانية ومش عارفة بيستنى الـ user ثانيتين system time ده يعني مش هنتطرق إليه إحنا فهمناه بس إحنا مش هنيجي نتكلم وقولك مثلا ده هو أخذ ثانية عشان يقرأ من الميموري أو ثانية عشان يعمل كذا تمام ف الـ اللي قدم بنتكلم معنا program time أو الـ execution time بتاع program ف الـ الـ execution time of program هيساوي الـ clock cycles for a program في clock cycle time يعني إنت عندك كم cycle وكل cycle بتاخد وقت ده يبقى في الآخر هو ده time بتاع program زي ما أنا قلت دلوقتي أنا قلت في instruction بتاخد اتنين cycle ونص ولو أنا عندي instruction كمان program بتاعي ونفرض في اتنين instruction بس instruction بتاخد خمسين ثانية فهتاخد اتنين cycle ونص و instruction تانية بتاخد عشرين ثانية فدلوقتي عندي خمسين وعشرين المفروض ان انا اقول سبعين بس لو انا بتكلم من ناحية الـ بس لو انا عايز اجاب ها فهقول انا عندي كم cycle في وكل cycle بتاخد كم لو الـ الاولية بتاخد اتنين ونص والتانية بتاخد واحدة بس فعند اتنين ونص ووحدة ثلاثة ونص اضرب في عشرين ثلاثة ونص في عشرين ده هيدين في الاخر cpu execution طيب اوكي كده طيب ولو انا حبيت الـ clock rate هلاقي ان المعادلة بتاعتي هتتغير هتبقى ان clock rate في المقام يعني طيب طبعا احنا لو لو جينا نحسب الطريقة اللي انا بتكلم فيها دي انا دلوقتي عندي الـ program عشرين سنة لو جيت اقسم دي على الـ clock cycle زي لقي انها بتاخد اثنين ونص تمام اثنين ونص لان دي هتاخد عشرين وعشرين وعشرة هلاقي ان عشرين وعشرين وعشر دول كام خمسين بس خليني بس والكده بتاخد اثنين ونص اثنين ونص clock cycle على حساس clock cycle بتاخد عشرين ثانية يعني دي عشرين وده عشر وده عشر الـ الـ التانية هتاخد only one cycle هتاخد دي عشرين هجمع بقى الواحد دي على دي هديني كام تلاتة ونص يبقى دلوقتي عندي كام clock cycle تلاتة ونص لو تعملتي بالإكوشن دي كده هلاقي ان الـ الـ هنا انا مطلعه كام خمسين زائد خمسين زائد عشرين هديني سبعين اوكي لو لو تعملتي معايا بناء على الـ او الـ هلاقي ان الـ بيقول اي بيقول لي انت عندك كام clock cycle في البروغرام عندي تلاتة ونص يبقى ثلاثة ونص في العاشين هيديك سبعين اوكي فهو بس جابها من يما تانية او بطريقة تانية اوكي تمام كده فدي فكرة clock cycle اننا ممكن الـ تتنفس في اكتر من clock cycle وطبعا العكس ممكن الـ تكون مدته كبيرة ويشيل هو اكتر من فممكن طبعا اروح ايلا انهو مش بياخد اثنين ونص ده بياخد ربع مثلا يعني اروح كاتبها ربع عادي برضو فمش مش شرط يعني تمام كده طبعا الربع ده على سبيل المثال بالنسبة المثال ده يعني ما حسبتهاش بالظبط لو انا اديت مثال تانية اوكي كده فده ايه فكرة clock cycle طيب خانا ناخد مثال افضل اا لو انا مثلا عندي برنامج البرنامج ده بيرن في 10 ثواني في الكمبيوتر ايه وال clock cycle rate والclock cycle بتاعي الclock cycle بتاعي بيساوي 2 جيجا هيرتز وبعدين بيقول لي انا مش عجبني الكمبيوتر ده انا عايزة اقبل الكمبيوتر جديد جبت الكمبيوتر ديزاينر علشان يساعدني ان اقبل الكمبيوتر جديد بحيس ان هو يرن ادينا دي في 6 ثواني وهو لاحظ ديزاينر قال لي ان تمام ما فيش مشكلة انا ممكن اعمال لك اللي انت عايزه ولكن ده هيخلي ان الكمبيوتر بي require 1.5 times as من clock cycles as computer اي يعني الclock cycles بتاع الكمبيوتر بي لازم يكون 1 و 2 من 10 من الكمبيوتر اي لو سمحت تحسيب لك بتاع الكمبيوتر بي طبعا يعني ممكن من اول وهلة ان انت ما تبقاش فاهم هو فيه ايه طبعا احنا لو استغدلنا ال equations الدنيا تبقى تمام انا عندي الوقت الكمبيوتر ايه واده الكمبيوتر بي ال execution time بتاعه او ال cpu time بتاعه او ال execution time بتاع ال program كله بيساوي هنا 10 ثواني لكن هنا هو عايز يكون 6 ثواني النمر of clock cycles اللي في الكمبيوتر ده clock cycles هنا بتساوي قال لي كام قال لي 2 جيجاهرتز او وقال لي وقال لي ان ال clock cycle بتاع الكمبيوتر التاني المفروض ان هو بيساوي بيساوي 1.5 1.5 ال clock cycle بتاع الكمبيوتر ايه اوكي فلو فرضنا يعني ان خلينا مسح دي كده خلينا مثلا نقول ال clock cycle هنا بي ايه بي ايه فده بيقول لي ان clock cycle بتاع ده بيساوي ويساوي 1.2 في الاين اوكي كده طيب لو سمحت بقى حسابلي clock rate clock rate بتاع الكمبيوتر بتاع بي اوكي وعايز clock rate تمام طبعا اللي انا ريتو ده هعوض عنه في المعدلة اشوف كده طيب ممكن نبسعت عشان نشوف بس كده طيب هو هنا اللي انا عرفاها عن الكمبيوتر اللي اسم ايه السي بيو طايم بتاع كمبيوتر ايه بيساوي السي بيو clock cycles على clock rate اوكي طيب السي بيو طايم بتاع كمبيوتر ايه اسم 10 اوكي طيب اوكي السي بيو دي انا مش عارفها و ال سي بيو clock rate هو clock rate بتاع الكمبيوتر ايه بيساوي 2 في 2 في 10 اوكي 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 اللي هنا الكمبيوتر بتاع البيه هو عايزه تمام كده طيب بس هو مديني قال لي ان clock cycle clock cycle ممكن اكون موضحتش بس او حصل شو او حاجة clock cycle بتاع ايه انا مش عارفه منفرض ان هو ايه طبعا حتى وقتين اذا وما ادوليش بس هو بقولك ان 1.2 في ال هو ده clock cycle بتاع بيم تمام كده نقول في احسن واضحة طيب دي الحاجات اللي هي يجبن دلوقتي فلو انا مسكت المعادلة اولى بتاع بتاع ال هيبقى عشرة اوك هساوي clock cycle لان انا مش عارفها ممكن احط ايه بس خلينا عادة سبعة عادي clock cycle cp clock cycle بتاع ايه على الاثنين ده هو clock rate بتاعي هيبقى 2.9 قص او 2.9 cycles برساكل تمام طبعا لو ضربت رفين بسطين هيديني ان cp clock cycle بتاعي هيساوي العشرة في العشرين او العشرة في اتنين او عشرة في اتنين في عشرة قص 20 فعشرة او 9 cycles دي النمبر في كمبيوتر ايه يعني ده معنا البرامتر اللي انا عايشه اللي هو ايه طبعا انا ممكن اسمي حاجة تانية غير ايه عشان ده كمبيوتر ايه بس مش مشكلة دلوقتي انا ممكن اخليها ام يعني تمام فالكولوك سايكلز هنا اللي هي الام هو الكولوك سايكلز بتاع الام وده اسمه 1.2 في الام فانا عرفت كمت الام دلوقتي انا دلوقتي عرفت كمت الام ان هي مثلا باثنين باثنين في عشرة قص تسعة سايكلز طيب خليني بقى امسك بتاع ال cpu سايكل cpu تايم cpu بيساوي ايه هيساوي بتاع او كمبيوتر بي على بتاع بي طيب الكلوك سايكل بتاع بي هيساوي ايه هيساوي كلوك سايكل بتاع ايه مضروب في 1.2 اللي هو قال عليها اللي هي 1.2 ام كده ما قالش مثلا كلوك سايكل بتاع بي لأ 1.2 في الام جاب على طول يعني ان دي هي دي طيب على طبعا الكلوك بتاع بي اللي انا مش عارفه اللي هو ده اصلا مش عارفه اه ولو ضربت اه طبعا الكلوك سايكل تايم ده اسمه بستة ستة بيساوي 1.2 في قيمة الكلوك سايكل بتاع اللي هو هطلعنا هنا اللي هو 20 في 10 9 يبقى 1.2 في 20 في 10 9 طبعا ده ربط الكلوك هدين كلوك ريت لوحده هيساوي 4 في 10 9 اللي هو في الاخر 4 جيجاهرتز ده يعني هيضاعف يعني هيبقى 4 جيجاهرتز يعني اصلا كده اعتبر المثل اللي هو بيه ده مش احسن حاجة لان انا بعمله في 6 ثواني بعمله في 10 ثواني باخد 2 جيجاهرتز هنا هاخده 4 جيجاهرتز اللي هو عمل 6 ثواني المثل طبعا من اول 5 مثلا حاجة فمش شرط طبعا كل تحسين بيبقى هو احسن حاجة فده بالنسبة للسؤال ده لو وداني كلوك سايكل وداني كلوك ريت اعرف اجيب السبو تايم لو وداني السبو تايم و الكلوك ريت يعني ازاي كلوك سايكل بير ان ممكن ان 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 الانستراكشن تكون يعني تبقى فيها اكتر من كلوك سايكل مش زي ما انا عملت كده لما كان عندي انستراكشن عبارة عن خمسين ثانية والكلوك سايكل اصلا 20 فقط 20 و20 و10 فال انستراكشن بتحتوي على اكتر اه الانستراكشن بتحتوي على الاكتر من كلوك سايكل بس عايتها بقول كلوك سايكل بالانستراكشن كلوك سايكل بالانستراكشن is the average number of كلوك سايكل each instructions takes to execute يعني هو المثال اللي انا شرحته بيدي هو ده ولكن لسه مشروح من شوية هو ده اللي هو ان الانستراكشن ممكن يشيل الكلوك سايكل ممكن فيها اكتر من الانستراكشن اوكي فدي عندي كلوك سايكل فيها انستراكشن one two three four حتى اوكي طيب وهي اصلا في الاخر عشرين سنة يبقى الانستراكشن شالت اربعة انستراكشن وفي حين اننا طبعا لان الانستراكشن الطايم بتاعها قليل عشرين على الاربعة فيها الخمسة يبقى الانستراكشن الطايم بتاعها بيساوي خمسة طب لو حصل بقى وانا كان الطايم وانا كان الطايم مثلا بيساوي خمسين وكلوك سايكل سابتا طايم بيساوي خمسين خمسين فساعتها انا العشرين دول مش هيكفوني احتاج ان انا عشرين وعشرين وعشرة فساعات الكلوك سايكل بيشيل ساعات الكلوك سايكل بيشيل يعني انا اخد دي بس غدتي نصها ودي اخد دي كلها واخد دي كلها اوكي فساعات الكلوك سايكل بيشيل اكتر من الانستركشن وساعات الانستركشن بتتحط في اكتر من كلوك سايكل حسب طولها هو الانستركشن بتاعها تمام فأنا بتكلم بقى على الكيس دي ان انا ممكن الانستركشن تتعامل خلال اكتر من كلوك سايكل فيبقى عندي كلوك سايكلز بير انستركشن اللي هي مثلا لما قلت اتنين ونص انا عندي اتنين ونص اتنين ونص سايكلز في الانستركشن الواحد تمام كده فلو انا عايز احسب الكلوك سايكلز هيبقى انت عندك كم انستركشن زي ما قلت كده ان انا حسبتها انا مسحتها تقريبا اللي هو اتنين واضربها في تلاتة ونص فأنت في الآخر عندك في الانستركشن كاونت أنت عندك كما انستركشن وفي الآخر كل انستركشن بتنفذ فيه في قد ايه ده هيديك الكلوك سايكلز وممكن نشيل كل ده طبعا أننا قلت أن الكلوك سايكلز بير انستركشن اسمه CPI ممكن أخذ الـ CPI وحطها هنا هيبقى أنا دلوقتي كان عندي ايه كان الـ equation أصلا في الأصل نمسح كل ده كده مفروض أننا الجزء ده كده الـ execution time الـ execution time كان بيساوي حاجة مضروبة في الـ clock cycle time بيساوي ايه بيساوي الـ number of cycles صح كده بيساوي الـ number of cycles في الجولة الأولينية بيساوي الـ number of cycles في الـ clock cycle time الـ number of cycles دي هتساوي الـ instruction count في الـ CPI يعني أنا عندي كم الـ instruction كل الـ instruction فيها كم الـ clock cycle يبقى في الآخر هيديك الـ number of cycles طيب وطبعا أكد لو تعملت بـ clock rate هتبقى بالمنظر ده عزين جدا خلين أخد مثال يعني given rule الجديدة دي لو أنا لو أنا مثلا عندي كمبيوتر كمبيوتر ايه نكلوك cycle time بتاعته 250 بيكو ساكند عندي كمبيوتر ايه طيب طيب ماذا نعمل كدا قد ايه ودي بي جديد الـ كلوك سايكل time كلوك سايكل time يبقى كلوك سايكل time يبقى كلك سايكل time بيساوي هنا 250 بيكو سكند 52 بكتنج لديه 250 في 10 أو الـ 16 يعني والـ CPI بتاعته بـ 2 CPI بـ 2 يعني الـ instruction الوحدة فيها 2 سيكل طيب الكمبيوتر بـ 5100 وـ CPI بتاعته 1.2 طبعا إيه 1.2 of the same program لنفس البروغرام which computer is faster and by how حلوة دي هي ديكتة أحسن which computer is faster and by how أو by how much طيب هنعمل إيه بقى احنا ما هنشوف الـ rule الأصلية خالص بتاعت الـ CPU بيساوي الـ CPU clock cycles في الـ clock cycle time طيب الـ number of clock cycles يعني في الـ clock cycle time طيب بما أنه وداني CPI وبتاع فأنا أجيب الـ clock cycle دي من الـ rule بتاعت إن الـ clock cycle بتاعي بيساوي الـ number of instructions في الـ CPI صح كده طبعا أنا برضو مش عادة الـ number of instructions if we decide إنه هو إيه اللي هو ده هيساوي 250 هتبقى بتساوي 250 في اتنين 500 نفس نفس اللي عملناه ده في الكمبيوتر بي هيساوي في 500 اللي دي هيساوي 600 تمام كده طيب عايزة بقى قرن البرفورمانس انا عارفة ان الـ CPU performance مش عارفة من highlight ممكن select اي select اي اغضوا ينفعوا مش عارفة وبي كده ولا ctrl c بعد ايه ممكن ا delete انا ctrl v مش عارفة وهم ما بيفهمش اللي انا بعمل طيب لو انا عايزة اقارن خلاص عارفة ان المواطقات ما فيش مشكلة عشان ان جنرال يعني عشان اقارن اتنين كمبيوتر ببعض او cpu بتاعهم بقول cpu performance ايه على cpu performance بي 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 انا عارفة عرفت في الاخر ان cpu execution time بتاع بي ب600 اي بي كو ساكن ودكت هضاير دي معدي هادينا 600 على 500 هادينا واحد واثنين ده معنى ايه ان performance بتاع ايه على performance بتاع بي بي ساوي واحد واثنين او الاكسرشن time بتاع بي على الاكسرشن time بتاع ايه بي ساوي واحد واثنين فلو خدت بس هنا ده هيبقى ايه تلفون فسطين ده هي الدرف ده وده الدرف واحد يبقى performance بتاع ايه هيساوي ده بالنسبة للclock cycles واحنا حتى وقتين هذا اتكلمنا عن ايه هو computer performance واننا ما يفعش اقول ان الكمبيوتر احسن من التاني في المطلق لازم اقول ايه خدنا اتنين الان وإلى حد ما يعني خدنا بعض الامثلة يعني الperformance بتاع الكمبيوتر بيعتمد على تلقى تحاجات مهمين خارجيين يعني غير الexecution time او غير الوقت بتاع البروغرام مبدئيا طبعا انا دلوقتي بقول الexecution time بتاعي كبير ممكن اسأل مثلا هو كبير ليه لاننا ممكن فيه ناس بتبقى مبتدئة لسه في البرمجة فبتكتب الكود في ميد سطر تمام في حين فيه حاجة اسمها function يعني الحاجة لما تلاقيها بتتكرر ممكن تحطها في function وقتناديها بس يبقى انت قريلت اتصال بتاع الكود عملت reusing للكود يعني فالeffectiveness of algorithm used in the program يعني طريقة كتابتك للكود ممكن تخلي الملكسي بتاع الكود بتبقى اما صعبة او سهلة او انه تكون كبيرة او اوليلة يعني الكود يبقى سطور بتاعته اوليلة او كتير طيب فدي حاجة الحاجة التانية system software just to create international program into machine instructions انا كتبت الكود بحيث مثلا يكون في recursion وال recursion ده اكيد يعتبر في السطور اقل من الحاجة العادية لو بعمل factorial هتلاقينا عملتها في 3-4 سطور لكن لو عملتها بالطريقة اللي هي مش recursion هتبقى كتير for loop بتاع انا دلوقتي خلاص عملت الفيكت بالنسبة البروغرام بس لما جيت اشتغل لقيت ان الطريقة اللي الكمبيوتر بيبدأ يترانسليت بيها الانستركشنز بطيقة يعني الارجوريزم نفسه اللي جوه اللي بيبدأ بقى من بعد اليوزر نفسه من بعد ما اليوزر حسن نفسه او اتعامل بالطريقة كويسة او ان هو حل عمل الارجوريزم بطريقة او لقى الطريقة بقى اللي بيترانسليت بيها بيكريات وبييترانسليت بيها البروغرام انتو ماشين الناس يعني المابسي بنقول عليه بنقول عليه سنبل فيه طرق تانية ممكن تاخد وقت اوكي تاني حاجة الهاردوير نفسه اللي انت بتستخدمه علشان ينفذ الحاجة دي ممكن انت تبقى تمام الكمبيوتر الهاردوير بقى الهاردوير والانتراكشن على الوئين بتاو 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 بريشن ده ممكن يكون بطيء وطبعا الهاردوير يعني محتاجين ان احنا نشتري حد يعني يكون كبابلس تاع الهاردوير مور افشن فدول ثلاث عامل مؤسرين الالفكت بنسق في الالجوريزم في البروغرام والسوفتوير سيستيم والكمبيوتر هاردوير نفسها في الموقع التقص كل ده يقصر على البيفورمانس يعني مش كفاية ان انا اقعد اقول البروغرام ده بيران في عشر ثواني طب كويس خلاص ماسي هيران بها في عشر ثواني وبعدين مش عارف الانسيستيم تاني ما اخد سانيتين وابدا اقول ايه لا ده البتاعد مش حلو في عوامل خارجية تانية المفروض اخد بالي منها بتأثر على البيفورمانس وهي الافكت بالنسبة الشخص نفسه اللي قاعد على الجهاز اللي قاعد يكتب يعني مش اي سطر يجيل ان هو عشر سطور يبقى عشر ثواني يبقى ما فيش مشكلة خارجية لا في مشكلة خارجية وهي في البروغرام النفس اللي قاعد يكتب بالشكل مش تمام فدي ايه حاجات يعني بسيطة كده واحنا بنتكلم على ده بالنسبة للمحاضرة دي وان شاء الله نتقابل المحاضرة الجاية